قلونا كمان نتابع بقى جزء من تصريحات دكتور دياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الحيئة النهاردة كلام دكتور دياء رشوان يعني كان تاريخي عالمي لانه كان واقف بكل قوة وسبات وبيتكلم عن مصر بتعمل ايه وعملت ايه وموقفها ايه من القضية الفلسطينية هو كان بيكلم كصحفي وكوطني كان بيتكلم بقلب كل مواطن مصري ومشاعر كل مواطن مصري اللي رافض هذه الصور المأسوية اللي بنتبعها في قطاع غزة اللي بيقول هم بشر ما يقولوش عن اي يعني انسان في العالم الكلب ميكلين وحقوق الانسان وكل هذا الكلام بقى فيه فعلا يعني كشف العورات المجتمع الدولي وان هو يعني قصب بقى الانسانية وكل الكلام ده يمكن الشعوب هم اكثر رحمة كلام كتير جدا جدا قاله دكتور دياء رشوان عن القضية الفلسطينية وان دي قضية مصر لكن في نفس الوقت رفضنا لتصفية القضية رفضنا للمساز بالامن المصري القومي توضيح الامور المتعلقة بالاشكالية او بالحدوتة اللي بتقال كل شوية عن معبر رفح زي ما كنت بقول لحضراتكم النهاردة ايه طبيعة المعبر ايه اللي بيحصل فيه الجانب الاسرائيلي بيعمل ايه هو دولة احتلال وهو اللي مسيطر على الجانب الاخر ان فيه اتفاقيات دولية واتفاقية جينيف وكل هذه المسائل اللي يجب احترامها انت بتتكلم على انه هذا الكيان بيقصف وبيبيد الشعب المفترض هو منوط بحمايته فما بالك لو دخلت الشاحنات بدون غطاء وحماية دولية طالب بيها النهاردة دكتور دياء رشوان علشان اللي كانوا بيتكلموا لك لا احنا جاهزين مصر فتح المعبر 24 ساعة اللي بيقفل واللي بيعطل واللي بيقصف المعبر اربع مرات وحتى بالنسبة ليه المزدوجة الجنسية اللي كان بتقال هي مصر اولا احنا كانوا وقفنا صريح من البداية لما قالونا دخلوا الاجانب المزدوجة الجنسية قلنا لا المساعدات الانسانية اولا وكانت مصر واضحة وقوية وكان بصرامة الحقيقة واتحقق اللي مصر بتتكلم فيه لما جون بعد كده قالوا بعد ما دخلنا المساعدات هندخل الرعاية الاجانب او مزدوجة الجنسية وصلوا بالفعل وبعد ما وصلوا حصل الضرب فتراجعوا مشوا فمش من عندنا كل القصص وكل الحواديث والتعطيل والكلام ده كله والتعنت والتعمد جاي من الجانب الاسرائيلي زي بقول لحضراتكم مبارح وكنت بقول لكم يعني اذا كان هم قطعين عليهم مية وكهربا وكل حاجة فهم بالتالي مش من مصلحتهم ادخال المساعدات فاللي بيطالب يقول لك بنو طالب مصر فتح معبر رفع مش في محله كلام مش في محله ومطالبة يعني مش للجهة المفترضة التي تطالب بيها طالب الجانب الاخر طالب المجتمع الدولي طالب المنظمات الاغاسية والانسانية انها تيجي وهي اللي تاخد المساعدات دي وتدخل بيها وهي بتتحمل او يعني تتمتع بحماية دولية وده اللي طالب بيه النهاردة دكتور دياء رشوان فالتنسيق والاتصالات المصرية اللي بتجريها مع الجانب الامريكي اللي هو طبعا تفاهمين في القصة دي كلها وبيعمل ايه مع اسرائيل وده لازم يتم ما بينهم انه سهل يسر عايزين مساعدات اكتر انك مهما تكون دخلت في الفترة اللي فاتت من قوافل قطاع غزة محتاج اعداد مهولة اعداد اكبر في الفترة دي علشان طبعا الدرر الكبير والمأساة اللي بيعيشها اهلينا في القطع فالحقيقة تحية لدكتور دياء رشوان على توضيح الامور على الرد لان كل كلمة اتقالت النهاردة هتطير كلها وسائل اعلام دولية والمرسلين الاجانب اللي خطبهم دكتور دياء رشوان بالشكل احترافي ومهني وانساني انك انت اذا كانت وسائل اعلام اجنبية كانت منحازة للرواية الاسرائيلية فقاني الاوان وبدأنا نحس ونتابع ان فيه تغير بعض الشيء لانك مهما حجبت صور لكن بتوصل مهما حجبت اخبار بتوصل فكان بيخاطب وسائل الاعلام والصحفيين والمرسلين ان هم يقوموا بدورهم ووضحوا الحقيقة بشكل كابل